اشتركوا في القناة ايضا تنفيذ لوعد قطاته منذ عدة سنوات لعرض اغلب كتبي اليدوية لكم كتاب اليوم هو هاند ميت زكا ان تويز وهو كتاب يعود لحركة زكا اليابانية والاصل لتعني اشياء كثيرة بمجملها هذه الحركة يغلب عليها الاسلوب الهادي الارضي حيث قماش الكتان الالوان الهادئة العمال اليدوية سهلة الصنع التي يمكن استغلال ادوات المنزل فيها لتزين المنزل نفسه من ادوات قديمة مرمية علبة مربى وكذا الى عادة تجميل ما كان يبدو قبيحا من الوهلة الاولى حصلت على هذا الكتاب من موقع ديبوزيتي حيث انه خدمة تقوم بتوصيل كتب مجانا الى منزلك ودائما ما اعتمد عليه لشراء الكتب اكيد طبعا وقت تصوله الى منزل ياخذ وقت مقارنة بامازون لكنه ارخص بكثير ايجابيات هذا الكتاب هي شرحه واضح مرتب تصويره ممتاز ورائع ملهم جدا جدا ملهم سلبياته لغتها يابانية بساطة صدق صدق صعب اتشرط هذا الكتاب لذة بصرية خالصة عمالة يدوية سهلة لأطفال لكل الهدايا افكار غريبة تصميم كلها الهام صفحات تلهم نسيت اقولكم نقطة الالهام جدا ملهم 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 بكل كلمات الحركات لهم كلمة الالهام الكتاب ذوقي تماما من الالوان التصميم السعادة المتقافزة في الصفحات بالنسبة لي نادرا اندم اشتري كتاب يتبع لحركة الزاكة لانها ذوقي يعني حرفيا ذوقي ذوقي في هذا الاشياء فهد جدا الكتاب ممتع حبيت فيه انه يختص بالحفلات يميل الى الحفلات الاشياء الاطفال اغراضها في الكتاب كلها ورقية تقريبا كلها ورقية كيف تسوي طاقية من صحن كيف تسوي مصارع عاما صحن كيف تسوي العاب من ورقة مرمية فالكتاب جدا سهل جدا ممتع ايضا جميل هذا هو كتاب اليوم الان يا اصدقاء احدكم لديه هذا الكتاب علمونا على تجربتكم معه من شراء هل اعجبكم الكتاب اشتركوا الصفحات في مقطع رائع مقطع اخر اعطوني اعرائكم بالكومنتات و لا تنسوا لا تنسوا لا تنسوا لا تنسوا لا تنسوا تسوي اللايك سبسكرايب و تنشر المقطع لاصدقائكم و اهماتكم و لكل مهتم في الاعمال اليدوية السلام عليكم اشتركوا في القناة